توجه من قبل وزارة الصحة لتوسعة المستشفى الميداني في العقبة ليكون نواة مستشفى حكومي هذا ما كشف عنه رئيس مجلس المحافظة عماد العمر وعلى هامش إقرار موازنة المجلس التي بلغت 7.5 مليون دينار أكد العمر أن هذا التوجه يأتي في ظل عدم وجود مستشفى حكومي في العقبة كما أشار إلى أن المجلس اتخذ قرارات مناقلات على رأسها استكمال مبنى محافظة العقبة وعملوا دليل احتياجات لجميع القطاعات كانت التحديات أعتقد هي كانت تحديات لعدم وجود تعليمات كنا نعمل بشكل اجتهاد من كل الآضاء وهم حقيقة كانوا نشطاء جدا على الأرض بأخذ العديد من المعلومات ومناقشة المدراء الدوائر في المشاريع المتعثرة والمشاريع القائمة والآن نستطيع أن نتحدث عن مرحلة جديدة بعد صدر التعليمات لحتى نتحرك في المساحة القانونية المحددة ضمن هذه التعليمات الموازنة حتى اللحظة كما تعلم هي 7 مليون ونصف لمحافظة العقبة والعمل جاري الآن على استغلال هذه الموازنة بالشكل الأمثل في كافة أنحاء محافظة العقبة وضمن الأولويات التنموية لكل منطق إن شاء الله